النادي لفتشك، الكسالي فتشك، والحمامي فتشك، والريستوراني فتشك وحولنا الصفة الضبطية إلى مواطنين عاديين من يد الملايين المغاربة يعيشون تحت خط الفقر الجهة الحكومة هذه وتزيد في الضرائب وتزيد في المحروقات وتزيد في بعض الخضر وتزيد في بعض الفواكه وتزيد 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 والأخطر من هذا واللي أكثر قام مصيبة هو على أنها ديرنا هكذا الجواز يتطيع بدون سابق الإمذار الحفظ لا يكون بذلك المثل اللي رأى الحقيقة ما كناش بغيين تكلموا أولا حتى لا يقال على أننا نشويش على عمل حكومة دازلت لم تبدأ عملها يعني ما عندها حتى باقي كما كنقول بالدريجة باقي محمات بلاستها ولكن يبدو على أن هذه الحكومة داخلة وداخلة بعجاجها كما كنقول داخلة بالريح ديالها وخباقي ما كملت 15 يوم ولا 20 يوم من منح الثقة لها من طرف البرلمان إلا أن الريح ديالها أعطات بكري والخلقات وخلقات واحد الجدل داخل الشارع المغربي اليوم الجميع يتحدث عن جواز طلقه وفي الحقيقة نحن لنضت ضد تلقيه نفسه كعملية طبية يجب أن يتجه لها جميع المواطنين ولكن نحن ضد الطريق التي تمت بها العملية لا يعقل في دولة الحق والقانون على أن بلغ احتلق القرار ولا أي حاجة من قانونية أخرى أي قانون ولا أي قرار تخذ في أي دولة في العالم لابد له أولا من مرحلة انتقالية حتى يستأنس الناس به يعني يلفوه ويتعاملوا معاه ويوجدوا نفسهم الوضعية القانونية التي سيضعوا فيها القرار وهي وضعية التلقيح طبعا لا يمكن ليش أنا نهار الاثنين تقول لي نهار الخميس إذا كانت جاوز التلقيح ما تخرج هنا ما تخرج هنا ما تخرج هنا ما تخرج هنا كما تنجيل في يومين غالي يتلقى وأن الله أخذ الجرعة لولا ولا أخذها وأن الله أخذ الجرعة الثاني إذا هذا النوع من البلاغات خلقها بالبلتان والأدهاء الخطير في الأمر على أنه اليوماتية فتحنا المجال المجموعة من الناس باش يفتشوا مجموعة من الناس والناس وما عندهم للأسف أي صفة من يفتش من اليوماتية النادي الفتشك الكسالي فتشك من الحمامي فتشك من ريستوراني فتشك وحولنا الصفة الضبطية إلى مواطنين عاديين وإحنا كنا نعرف على أنه هذه الصفة الضبطية يمارسها ناس مؤطرين بالقانون وفي إطار الاختصاصة ديالهم ويمارسوا نشرطة الشتماعي السلطة أحيانا لأنه مبشر ونشر ملايكا فما بالك إدار يعني تمانقل هذه السلطة إلى أناس الآخرين لما استولدهم غير مؤطرين قانونيا ومع أنهم تشي خلفيا فكيفاش نعمل ينتصوروا الشتطة كيفاش غير يكون وكيفاش غير ينتصوروا العملية كيفاش غير يتطبق الوقت اللي المغاربة وكيف نقولها بالمثل لفقي اللي نتصنعوا بركتوا تخذ الجامع بردو الوقت اللي كانتصنعوا بحكمة جديدة أنها تجي بإجراءة تخفيفية تخفف على المواطنين اللي عمع ديالسة سنوات في الحقيقة ديال أزمة ديال كورونا وما ركمتهم من مآسي ومن يعني مجموعة من المشاكل الاجتماعي والاقتصادي على الفيئات الهشة داخل المجتمع وما أكثرها خمسة لمليون أكثر من خمسة لمليون مغربي أو ثمانية لمليون مغاربة يعيشون بحطة خط الفقر تجيهاد الحكومة هادي وتزيد في الدارين وتزيد في المحروقات وتزيد في بعض الخضر وتزيد في بعض الفواكلي وتزيد 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 والأخطر من هذا واللي أكثر دع مصيبة هو على أنها تديرناها الجواز للترقيع بدون سابقين ده لا يجاز لكم بخير أنا كانت تكلموا وكانت تكلموا من منطق ومن باب المسؤولية رأي لانوشكي في النواية ديال تشحب لا ديال الحكومة ديالة ولا تشحب معنى ريس على سلحات المواطنين ولكن الحرص رأي لا يكون بالقامة الحرص لا يكون بذلك المثل اللي رأي خطنا نقطعه معاه ذيك الأوصاف النمطية اللي خطنا نقطعه معاه لمغاربة كامونيين لما حكيتهم ميجوش اللا لمغاربة مشي كامونيين لمغاربة ناس واعيين وناس كيف يفهمون ولكن تواصل معهم شرح ليهم قول لهم فين كين هنا وكين هنا ها بتلقيه ها فوائد دياله ها علاش عزفتوا عليه ما نشرحولهم ما نشرحولهم ما نشيس الدعيهم نزيروا عليهم ونختار كل خصوصيات ديالهم بدون مختضيات قانونية خلقنا الدستور خلقنا القانون وكنتسأل أنا على دور البرلمان يا سلام اللي يجب طامتي الكبراء وصدره واحدة هو مؤسسة الشريعية إلا بجواز التلقيح وطراجع هذا البسير انتم ما في مبدأ المساواة أمام القانون بحالنا بحالكم هذه النقطة النقطة التانية البرلمان يشريع والحكومة تنفذ والقالبة الآية الحكومة تشريعو وتنفذو والبرلمان يطبق وراك أن تسألوكم انتم ما هذا القانون هذا القرار يصدر من عندكم انتم ما وترفضوه وتناقشوه داخل مؤسسة الشريعية والصارح ولا ما صارح هتضار فيها هذي وما إلى دور الإعلان كانت تواصلوا مع المواطنين كانت شرحوهم الله يجاتهم لخير هذه اللجنة العلمية التي نسمع عليها مرة مرة تجي تخرج وتنشي للقلوات الأولى والثانية وتشرح المواطنين رأي ما شيع رسم تخرج دارج على الناس ما نعرفوها وتشرح ناو وتفهولنا من جموعة من الأسئلة اللهم التي كانوا تطرح في الشارع المغربي بدون إجابات اللي دارج وجه أنواع تتلقيح سترازينيكا سترازينيكا والتابعة تدير فيزر أو تدير أي تلقيح أوخر واش مكينش نعكسات على مستوى الجانب الصحي على المواطنين شرحونا قلناها ما كانش خطورة واخدتهم دارة سترازينيكا الجمهرات يمكن تدير فيزر ولا عرصوا صحيح ما شير مش نسمعونا من وسائل التواصل الاجتماعي أوديويات يخوفون الناس وكنسعون فيزر للحواج اللي يتثير الرهبة نسمى تلقيح التلاميذ تلقيح الأطفال أيضا خاص الوضوع فيه إذن هذه أسئلة معلقة الشارع المغربي ينتظر الصراحة مش ينتظر جواز التلقيح ونسدوء البابسي لما عندك ما تخلص المرافل العمونية كيف تمنع الناس من الانتفاع من المرافل العمونية بأي مقتضاء بسطورية بأي مقتضاء قانوني كيف أين سؤال الشرعي وإن سؤال مشروعي لا بغينش تكلموا بالقانون إحنا ركا تتكلموا كيف أقول لكم لا يجازكم بخير رأي لا بغيتوا تلهم الناس رأي لتهاد بغيتوا تدوزوا شي دارة ما هم دوستوها بغيتوها ولكن بهذا الطريقة هذه الكلاسيكية والتقليدية في تغيير توجهات العام للموضوع فرعي وتلوي اللي حسنا في دول أوروبية وغير أوروبية وإحنا بقي ما حسمنا به تلقيح اختياري جواز تلقيح إجباري فالزرعة لقانون إسريين سلح لها اليوم نحن مطالبين بالوضوح مطالبين بالصراحة ومطالبين قبل هذا وذلك بالتأطير القانوني للقرارات أضطر لي القانون أضطر لي بالقانون سيما أنت أثلهم ماشي تأطير من هببة ودبة يراقبونه ويراقب معطية الشخصية ما باقي نحن نقول لك أوروبية ولا غيرها من المرطيات التي تحميلها القانون ونوليها لأي واحد مع احتراماتي لجميع الناس ولكن ليس أي واحد يستفدتها نخول هذا القانون وحصرها في أفراد معينين السلطات العمومية لا تنازل حقوقها للناس وإلا أنه يقول لفوضى فوضى والذي قام بقي القانون اليوم كان أرجاع ونقول بل ما نطولها لكم ركينا أسئلات مطرح في الشارع المغربي وكيف ينزل لأي الحوايج اللي خاصة تقال ونحن ما بغيراش نزربوه نتاقله العالي قال نقال شي ثاني ولكن الصمت هذا المجال هذا يعتبر جبن كيف كنا نوجه الانتقاد للحكومة السامقة لالعثماني في أي موقف يتقديره اليوم أيضا يجب أن نوجه الانتقاد لحكومة عزيزة خنوش ونقول لها رانكي لم تصيبي والبداية كانت عطا ومنخي مخرج ميل زيادة ساروخية إغلاق غير محله أجواء الجوية جواز تنقيح ما نزل الله به من السلطان فوضى في المقاهي فوضى في الحمامات فوضى في المنافق العمومية فوضى في كل شيء الله يجدكم بخير راجعوا معنا رأينا نمشي من العيب من الواحد يخطأ ولكن من العيب أن يتمادى في الخطأ تحياتي لكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة